يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء يا أخوان أنصحكم نفسي بتقوى الله وكل شيء وأوصيكم بخدمة العقيدة وأوصيكم لا يأخذكم الحق لائمة نوم الحق فوق كل شيء أرجوكم أبذلوا قصار ما في طاقتكم وأوصيكم حين النفس شوي حين النفس والشيطان لأن هذه أماقب السوء ولا عندي أكثر مما يعني أقولكم تقوى الله وأصلاح البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر المستطاع وأن تعملوا شيء من ربكم ورضاء ربكم فوق كل شيء وخدمة دينكم ووطنكم والله يوفقكم لما يحب برضاه والسلام عليكم شكرا الله عليه وسلم الله يبارك أعظم الصيف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنحمد الله ونثني عليه الخير كله أن جعل هذا البلد المبارك قائما على العقيد السليمة على تحكيم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن العلماء والقادة بينهم من الارتباط الوذيك والصيلة القوية بعضهم بعض فالعلماء أجل الأولولات ويحبونهم ويدعوا الناس إلى محبتهم وموالاتهم والتعمة لخير والقادة وفقهم الله عن العلماء في تسهيل مهمتهم وقذبوا لهم وما يشير بهم الخير وهذه الوصايا منكم بارك الله فيكم وصايا عظيمة أولا تقوى الله وهي وصية للأول والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فأعظم وصية وصل الله بخلق كلهم تقوىه جل وعلا في استرعنال والعلانية بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ثم وصيتكم الثانية بخلمة هذه العقيدة والدفاع عنها ولا شك أن منها من أعظم مهمات فإن العقيدة إذا خدمت ودوفع عنها وحميت من كل من يكدر صفها فالأمة بخير وعافية ثم وصيتكم الثاب بالأمر بمعروفة نعم منكر وهذا من خلق الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر ثم وصيتكم بأن لا تأخذ الناس العلماء في دومة لائم هذا كله من توفيق الله لكم وحرصكم على الخير وشد أزو العلماء وقوتهم في دين الله وهم يشكرون لكم هذه النصيحة الطيبة وهذا التوجيه الكريم ويسر لكم التوفيق والسداد والبركة في العمر والعمل وأن يديم على هذه البلاد نعمة الدين والأمن والاستقرار وأن يعيدنا من الشرق والشيطان وما دون متمس بهذا الدين وما دون العلماء ملتفين حول قيادة وما دون القيادة مع العلماء والتشاور بينهم والتلتقى بينهم دائما فهذه علامة خير وتوفيق إن شاء الله أسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك وأي فكر من يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد